تحيي طيبة شكرا للموقع الأشواق على الاستضافة اليوم تحضروا معنا الاختتام فعالية الدورة الأولى من أكاديمية المرأة الصورية للرياضة المقاولتية والتي تتضم بالموازات مع النسخة الثالثة من ملتقة طرات النسائية التي تتضم جمعية أجيال للتربية والثقافة بمدينة الصغيرة على مدى يومين تدريب وتقوية القدرات حاول أن نشتغلوا معه الفتيات بتأطير من الأستاذ الخبير استبادر الدين الخويمة على أساسيات إنشاء مشروع لشين الأشكال القانونية المتاحة والليوم يمكن يستفدون منها الفتيات والفرص ديال التمويل اللي ممكن أن يستفدوا منها وأيضا مجموعة من الأفكار اللي ممكن تساعدهم بشكل كبير بالموازات مع التكوين الحرفي والمهني اللي يشتعي اللي يستفدوا منه في مجمع الصناعة التقليدية أنهم يخلقوا مشاريعهم ومقاولاتهم الخاصة وهو كان من بين الأشياء الجميلة اللي كانت في هاد في هذه الأكاديمية أننا وضعنا بعوهم هدف أنه النسخة الرابعة إن شاء الله يكونوا خلقوا تعاونياتهم ومشاريعهم الخاصة وهذا بالنسبة لنا أساسي جدا لأنه يساهم في التنمية المحلية وفي تعزيز الاهتمام بالموروط الحضاري والثقافي دي المدينة الصويرة إذن هذا والتصور اللي نطلقنا من خلاله واللي احنا غادين فيه وحاولنا أننا نعطيه نشتغل مع فئة صناعة الفتيات اللي يستفدون التدرج المهني في صناعة تقليدية بالأساس لأنهم كنشوفوا فيهم أنهم يحافظوا على واحد الحرف تقليدية تشكل الموروط التقافي دي الإقليم الصويرة ككل وهذا بالنسبة لنا واجب علينا أننا نستفدوا منه أيضا نعطيهم هذه الفرص باش نضمنوا الاستمرارية ديال أولا صدقي في عمري عشرين عام وبغيت ندير مشروع ديالي إلا كان ممكن وندير بزاف المشاريع مشاريع مشروع وإحنا إن شاء الله وكاوقا وستفدنا كيفاش زيما نديروا جمعية ولا تعاونية ولا شركات تاية علشلة وكيفاش استفدنا الفرق بناتهم وستفدنا مش حال حاجة رائد أعمال رائد ريادي وكيفاش نأسسه بزاف بالحواجيين المهمين وكنشكر الدولة وكنشكر تالجمعية اللي عاونتنا وكنشكر صناعة تقليدية تاية وكنشكر الأستاذة ديالي فاطمة تاية ونشكر الجامعي للمساعدة لكي قدمواني نحن كشابة ليلى الرفعي عضوة جميلة أجل التربية والثقافة بالمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من دمات جميلة أجل التربية والثقافة منطقة دورات النسائي الثالث بإقليل المصورة هذه المنطقة التي سلت الضوء على مجموعة من البرامج المختلفة في المجال الدورات الثقافي النسائي المحلي التي يقدم اللغة التي يعطي واحد تثمين وتعريف بالنساء المحليين وما يكون هنا في البلد الصوارة يقوم الصوارة البرنامج لدينا دم الملتقى مثلا المعرض الصور اللي كينفلاج أمضان فانتايا في المدينة القديمة اللي كيشرف لي الأستاذ محسين وهو الصور التوبغرافية اللي اخدوها هم تلاميذ كيخرجوا للشارع كيلتقتوها بالأبراي ديرهم يعني كينقولوا الصور الشارع ولي كينفلاج أمضان فانتايا كذلك كينفلاج أمضان فانتايا كينفلاج أمضان فالرسم ورشاد الرسم منطقة الأستاذ عبد الفتح الوقيت اللي هو رئيس مدير مهرجان دي الألوان بمدينة الصويرة كذلك كينفلاج المرأة الأكاديمية في الريادة المقاولاتية بذار صويري اللي كيشرف لي الأستاذ بادر وكذلك وكما كينفلاج نشاط اللي هو ديلة بوريدة اللي كيشرف عليه الأستاذ عبد الواحد هاد الديلة بوريدة في مجموعة من مجموعة صربات من الإقليم ديلة صويرة وضمن هاد المجموعة ديلة صربات كينفلاج مجموعة نسائية اللي بمناسبة 8 مارس جاوبة شي يحتفلوا معنا وهي صربات ديلة عبد السلام اللي كينا في الحرارة الفكرة ديلة الملتاقة بأنه نحتفلوا بزيت تقليدي المحل اللي هو الحيك الفكرة جاءت بأنه نحن الحيك بأنه ميبقاش كان واحد ملتف مدينة الصويرة وكننا نشوفوا بأنه ما بقاش في الصورة ما بقاش كيتلبس سمامي جاءت الفكرة بأنه ندلو هاد المتقدي التورات النسائية ونخدموه على الحيك ومن بعد المتقل الأول والثاني والثالث كيدخلوا أفكار أخرين وأنشطة أخرين والعام الثاني كانت تبوريدة حاضرة وهذا العام الثالثة حاضرة حيث تبوريدة تصنفت ضمن التورات العالمية اليونيسكو ذلك شيء لاش بأنه نادرنا هذا العام تبوريدة وكانت حاضرة جمعية أجل الطربي قدمت دعوة لمستشار الملك أمد الأزول إن شاء الله يكون حاضر معنا كذلك السيد العامل الإقليم الصورة ورئيس المجلس الإقليمي وبعض المستشارين البرنامنيين الإقليم وكذلك بعض الناس من الجهة وداخل مدينة الصورة وفعالين جمعويين كذلك ومن الصالح الخارجية اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريد إلكتروني وطني شامل ومستقل حطاً 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 اشتركوا في القناة